انا سهد اللوأ عبدالجليل او الاستاذ عبدالجليل. اه 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 اللوأ عبدالجليل امام. كده الصوت واضح يو اساز هاني عصام. مكسر الدنيا يا سهين. شكرا السهين. كده واضح. خلاص يو اساز خليك تتكلمني انا قادي هناك في خروشة. عند الاستاذ هاني في خروشة فاتكلم. استاذ عبدالجليل امام رئيس لجنة التعاقدات في نادي الجونة استاذ عبدالجليل اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك. انا بحيي نادي الجونة واقدرته على قرارها بشأن اه احمد الهل عبد الملك. الله يبارك في حضرتك الله يعني ده قرار ينم عن حرص على المبادئ احترام للنادي الاهلي رفض لسخرية نجمي كبير من نادي كبير. اه وحضرتك يعني هو ده مش غريب على ادارة نادي الجونة. اي. المحترمة اللي بتحفز دايما على على مبادئها. ودي حاجة احنا تملي بنأكد عليها في سياساتنا في جميع القرارات بتاعت ادارة النادي. اي. اه بالنسبة لحضرتك يعني اي قرار بيتتخز اه ادارة نادي الجونة بتراي فيه اه اه ان هي احنا يعني اولا احنا ملناش اي اه مشترف اه او مشترف في الكلام ده. لكن احنا لا نقبل ان حد لأي حد طرف من 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 منظومة بتاعت الجونة اه يتجاوز او يسيء لأي حد من اطراف من منظومة كرة القدم بصفة عميان. طيب احمد ايد هادت بطلب الرحيل في الانتقالات الشتوية وحاك رئيس لمن التعاقدات. هل يمكن ان يتم ذلك دفاعا عن المبدأ? لا افهم بالقلقة هو مهددش لا 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 هو مهددش بالقلقة. موجود على كل مواقع. بتقوله شوان حد رض. لا 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 ده كلام مش مزبوط. طيب. اه كيف يدعم الجونة اه نفسه بعد اه بدء الدوري بعدة انتصارات ثم تراجع بعد الشيء? اه لا هيحصل تداييم طبعا للفريق في ينايف. ما فيش كلام يعني. ايه المراكز اللي محتاجة تداييم? اه لا فيه اكتر من مركز هو احنا عندنا قوام اه قوام فريق اه محترم. اه والدليل على ذلك النتائج الفريق اللي اللي بدأ بيها الموسم. اللي بدأ بيها الموسم. لكن حصل شوية اهتزاز لان البديل مش نفس مستوى اه مش على نفس مستوى اللاعبة اللي بتلعب بشكل اساسي. يعني اه يعني اه يعني قريبين مش بعيد لكن مش بنفس المستوى. اه اه وبرضو محتاجين اه اه لعبات لع العبة كويسة لكن هم محتاجين طبعا ماتشات كتير. الماتشات الرسمية الحمل والعب النفسي والحمل التدريبي. الحمل بتاعها اه اقصى حمل بتاع الماتشات الرسمية. فطبعا اللي عجل ما بياخدش اه الحمل بتاع الماتشات الرسمية ده. اه يعني ده مش في نادي جونا فقط ده 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 في جميع الفرق اه كرة القدم. طب ابن عبد الجليل عندي معلومة ان نادي جونا يطلب احمد ياسر ريان من الاهلي في يناير. اه شوف هنم هو حتى زي اللحظة اه في لجنة كرة ما اكتمعتش لسه حتى زي اللحظة عشان نحدد احنا محددين احتياجاتنا لكن محددناش. محددين المناكز؟ اه محدديني المراكز personajes ياسه. اللي هي معظم المراكز بتاع الملعب. ايه الحداشر المركز يعني. يعني يا مش الحداشر المşكة ذائل يعني محتاج في احرص تدعيم محتاج اه في خط الدفاع محتاج تدعيم ف لهوين. فليس طبعا. طبعا. محتاجين هتبقى في حدود كم لعب يا كابتن عبدالجليل؟ يعني من اربعة لخمس لعبين ان شاء الله من اربعة لخمس لعبين طب عندي معلومة ان الزمالك عاوز الباكليفت بتاع الجونة والله احنا مجلناش بشكل رسمي لسه اي طلب احنا متبدأش رسم هم بدقين بي بحمود وحيد ولو مجاش بحمود وحيد ممكن يبقى فيه كلام معك والله مجلناش طلب رسمي احنا بنتعامل مع يعني مع مستندات هشام زكريا مستمر؟ اه طبعا طبعا كابتن هشام هو اللي صعب بالفريق وهو اللي يعني تشكيل الفريق ده كله صبعا كلها اختيارات لكابتن هشام زكريا صفقات وطبعات احنا بصد الاستقرار دايما يعني يا حضرتك الاستقرار ده من اهم علاصة للنجاح هو الراجل بازم يوجود كبير جدا هو جهازه وعمليه نتائج محترمة وحضرتك لو بصنا للجدول ما بيجونا برضو مش بعيد ده في المركز يعني مش بعيد يعني ماتش واحد يحصل قفز وتحرك سريع في الجدول طيب اه ان شاء الله احمل ان شاء الله يعني متفقلين وعندنا ثقة كبيرة في الجهاز بتاعنا وان شاء الله الفريق ان شاء الله حياخد مركز كويس باذن الله ان شاء الله شكرا 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 ننتقل من الامور دي لنادي الاهل عندي شوية اخبار ربما فيها حاجات انفرادات وهو ان فيه امر اثار غضب كابتا محمود الخطيب في تونس وامر ده بيعتبر خطأ املائي اداري خطأ املائي اداري يعني ايه؟ معروف ان الفريق الضيف دايما سواء في مصر او خارج مصر او في اي هتة بيتمرن في نفس توقيت المباراة الساعة 8 مثلا او الساعة 9 فكان مفترض ان النادي الاهلي يتدرب في استاد رادس الساعة 8 لو موعد المباراة بتوقيت تونس تسعة بتوقيت القاهرة الاداري مير عبدالعزيز قال لا ده التمرين الساعة 6 لعبت النادي الاهلي راحوا وتنهم قاعدين في الباص لمدة ساعتين واستنوا لما الترجي خلص تمرينه ثم بدأوا تدريبهم ساعة 9